نفس النموذج ده بيحصل في المصري مع مراوان حمدي مراوان حمدي هينزل تدريبات كمان المصري بعد الكوف ومعروض للبيع قصة مراوان حمدي بقى من وجهة نظرك مفوض تخلاص علي هو فيه اختلاف هنا الاتنين غلطوا في حق الجماهير سواء تلات لعيبة بتوعية الزمالك او مراوان مع الناد المصري بس الاختلاف هنا يفرق مراوان كان منه مباشرة لجمهور الناد المصري انا مراوان محبه جدا على مستوى الشخصي لعيب كويس لعيب يفيد الناد المصري ويفيد اي نادي في مصري لكن قصة ان انت تحتك بجماهير برسعيد دي وتعمل اللي انت عملته دي انا بالنسبة لي لا تختفر ليه لا تختفر يعني انا اوصد ان كله بان قال هو غلطة كبيرة طبعا كبيرة قوي بس ليه حتى اعظم الغطاب بتختفر عشان هو غلط في الحلقة الوحيدة او الجزء الوحيد اللي مش مستفيد رئيس النادي مستفيد ان هو رئيس النادي المصري او طفر اي رئيس نادي فهو ليه مصلحة او الوزيشن اسم النادي المصري عضاء مجلس الادارة انت بمفادش مادية لكن اسم النادي المصري من اول اكبر رأس في الجهاز الفني الاصغر واحد موجود فيك فالمنظوم انت كالعيك هو مستفيد لكن انت كجمهور مش مستفيد لا انا باتفي معاك هو عمل غلطة كبيرة جدا بالزبط مش نين هيختلف على ده غلطة كبيرة قوي صحيح ليه لا تختفر بقى ما تختفر يعني خلق يعني لو اعتذرت مثلا انا مرور الحامد للوقت اعتذرت ولا عملت غلطة جدا انا مقدرش اقولها انا لو قلت اختفر جمهير النادي لسنا بتخفر ديش انا اه لان انا ابني من ابناء برسعيد انا في يوم الايام والغاية دلوقتي لو سمحت الفرصة ان انا انا هاعد في فسط المدرگات هاعد فانا اللي اتعامل في الجمهور ده انا واحد منهم كبتين ايها بتختفر ولا لا تختفر برسا انا لابنا في المصري نا فمروان كل اللي احتراموا التقدير لمروان كامكانات فنية مروان كمان بعيدة عن الكرة شخصية مخترمة جدا وقدب جدا 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 بس جمهور النادي المصري بتحمل كتير قوي جمهور النادي المصري جاي لك من برسعيد لاسكندرية بيجي وراء كل المتشاط بيبقى في ظهرك في الحلوة والمرة في ظهرك على طول بيجي مسافة بيستحمل مشاقة الصفر دي كلها هو جمهور بحروم من فريق بس فهو جاي عايز يشوفك كويس عايز يشوفك اخلي بالك جمهور النادي المصري لو انت بتقدب بروح وبرجولة وخسرت هشجعك مش هيهجمك فهو كان طالب منهم في الوقت ده العب برجولة العب بقلبك وصلي ان انت فعلا بخايف على التشيرت وخايف على اسم النادي اللي انت اللعب فيه وحاسس بينك جمهور جاي حس بالجمهور لو هو كان حاسب الجمهور وكانش هيعمل الرد وانأكد ليه لا تختفر انت النهاردة كلعي بكورة مشهور وبتاخد مقابل تعبك وشقاك في الملعب وده حقك محدش قد يتكلم فيه لكن انت عليك ضريبة انت عليك ضريبة ان انت راجل نجم في فرقتك عليك مسؤولية كبيرة ضريبتك ان انت حتى لو حد انتقدك او حتى جرح فيك كله انا منقبلش الغلط لكن في نفس الوقت ده ضريبة النهاردة انا لو عملت راسي براس الجمهور خلاص انا كل ماتش هتخاني او كل ما ابقى وحش هتخاني فدي الدريبة اللي لازم لعيب الكورة يتفحل لان احنا دايما ما بنشوش مش بتكلم على مروان انا بكلمك على الاجيال اللي موجودة الوقت كلها في مصر المقدمات لما عليت تقل الدماغ اللي عيب هو ما شاء الله رزقهم لكن في نفس الوقت كل ده بيحط عليك ضريب ايه الدريبة دي؟ من ضمن الدريبة الدريب اللي عليك انت لازم تستحمل جمهورك زي ما هو بيشجعك وبتروح تسقف له مجرد ما ينتخدك او حتى خرج عن النص محدش فينا بيقبل الغلط من اي حد لكن في نفس الوقت دي الدريبة اللي أنا علي لان هو هو اللي غلط فيها النهاردة تاني يوم لو جبت جون هيسقف لي فالموضوع بيتعدى عندك مثال كبير جدا بشوفه دايما فمحمد مجدي أفشي أفشي من اكتر الناس اللي ممكن يتعرض للضغطات فقط من الوقت اللي هو محمد الشتناوي طبعا ما بيسمعش طبعا وهرجع للشتناوي بس أنا عايز أقولك نقطة كمان واللي حصل ده مش انتقال يعني احنا كنا زمان في الفترة بتاعتنا اللي احنا كنا نلعب كان فيه جماهير وكنا عايشين في بورسعيد هو مش قاعد في بورسعيد هو قاعد دايما برا كان ترمومتر الأداء بتاعك اللي بتقيس عليه انت كويس ولا وحش هو الجمهور في الشارع لما بتنزل تشتري حاجة أو ممكن لو انت كويس المعاملة بتوعاملة ازاي ولو انت وحش الانتقاط بتوجهلك ازاي فانت بتحس فبتخاف على زعر الجمهور بتوصل اللي انت فيه دوت حاجات سهلة بالزبط هو الانتقاط مهما وصل كريمة عارف طبعا الرجل ابن البلد وعارف لكن احنا رحنا وعيشنا في البلد انت الانتقاط ده بالنسبة اللي احنا كنا بنشوفه ولا حاجة طيب